قبل عامٍ دخل هذا الرجل إلى السجن بتهمة ازدراء المحكمة وإهانة القضاء واليوم يخرج على وقع هذه الاحتفالات إثر عفو عام أصدره الرئيس السنغالي ماكي لتهدئة المشهد السياسي من بوابة أحد سجون ذكار خرج فاي إلى الرئاسة متفوقاً على سبعة عشر منافساً ليصبح الرئيس الخامس للسنغال آمل أن تكون رؤيتنا للمجتمع قد أعطت معناً لتطلعات الشعب السنغالي وأتعهد بأن أحكم بالتواضع والشفافية لمحاربة الفساد على كافة المستويات وأتعهد بتكريس نفسي بالكامل لإعادة بناء مؤسساتنا وتعزيز أسس أسلوب حياتنا معاً فاي من أصغر المرشحين للرئاسة في بلاده لا يتجاوز عمره الأربعة والأربعين عاماً منها سنة واحدة قضاها وراء قطبان كاب مانوال بالعاصمة السنغالية دكار قبل أن يخرج بعد مضي ستة أيام من الحملة الانتخابية يذكر أن فاي نال حكماً بالسجن مع نخبة من قيادات حزب باستيف الحزب الذي دخله عام الفين وأربعة عشر قبل أن يترقى تدريجياً ليكون أحد صانعي القرار الأساسيين في الحزب والذراع القوية لرئيس المعارضة عثمان سونكو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر